اشتركوا في القناة نفس الكلام الاهلي عنده بيستعد كمان لأولى لقاءته في بطولة الدوري الممتاز طبعا فوز مهم جدا للنادي الاهلي وفي نفس الوقت الترقب يفوز على فريق مبالا سيتي علشان النادي الاهلي يعود إلى يعني أو بيقرب من مكانته الطبيعية وهي المركز الاول لكنه حاليا موجود فيه المركز التاني باربع نقاط لكن طبعا احنا عارفين النادي الاهلي دايما بيبص على الاول احنا عارفين ان اول اتنين بيصعدوا للدور التالي وبالتالي الاهلي عنده ان شاء الله فرصة كبيرة بمباراته القادمة امام تاونشيب ان هو يفوز ان شاء الله ويرفع رصيده إلى سبع نقاط الترجي ايضا هيغادر ليلاقي فريق مبالا سيتي تمال على مبالا سيتي وبالتالي فرصة كبيرة جدا للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو في حالة الفوز واي نتيجة سلبية للترجي اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يكون متربع على المجموعة يكون متبقي عنده لقاءين لقاء الترجي ولقاء كبيرة سيتي وبالتالي النادي الاهلي ان شاء الله مع قيادة فنية جديدة من ميستر كارتيرون وجهاز فني على اعلى مستوى ان شاء الله الاهلي يعود الى مكانته قدل طبيعية واحنا عارفين دايما اول مباراة بتكون بين النادي الاهلي مع مدير فني جديد بيكون وفيها مكسد بداية علاقة جيدة وبداية علاقة ان شاء الله تكون على خير ما بين المدير الفني وجمهور النادي الاهلي طبعا الجمهور كان متواجد في المباراة الافريقية الاخيرة وزي ما الجمهور الاهلي عودنا دايما انه هو ساب انطباع جيد جدا وكان سبب ايضا في الفوز ودفع المعنوية للعيبة بغض النظر عن العدد اللي كان موجود الى ان له حد بس يعني لو واحد من جمهور الاهلي موجود بيكون قادر ان هو يعني يكون يشد ازرق العيبة وتشجيعات طوال المباراة دي اللي بترفع الروح المعنوية واللي بتدي حماس للعيبة طوال المباراة النادي الاهلي بيستعد لي الصفر يوم الثلاث القادم ان شاء الله فجر يوم الثلاث الى بوتسوانا للقاء فريق تاونشيب رولرز يوم السبت 28 يوليو ان شاء الله النادي الاهلي يرجع موفق من البطولة الافريقية ومن مباراة وامام فريق تاونشيب تاونشيب احنا عارفين انه فريق حديث في البطولة الافريقية لكنه طبعا في اول مشاركة ليه بيطمح ان هو يعمل اداء جيد او نتائج طيبة مع جميع الفرق وبالتالي النادي الاهلي بالنسبة له نادي جميل جدا نادي بطل من ابطال افريقيا وبالتالي هو يعني هيستمتع ان هو يقدم عرض جيد يحاول يخرج من المباراة باكبر عدد من المكاسب لكن النادي الاهلي يعينه دايما على المكسب هتبقى مش مباراة سهلة للنادي الاهلي على قد ما هي هتكون مباراة محتاجة طبعا ليقبة دانية عالية جدا محتاجة فكر فنية وتكتيكي ايضا من جانب مصر كارتيرون واحنا قادرين على الكلام ده ومع اللعيبة ومع المجموعة اللي موجودة اعتقد ان ان شاء الله النادي الاهلي قادر على الفوز بمباراة تاونشيب اما المباراة الدوري ان شاء الله هتكون يوم اتنين تمانية النادي الاهلي هيلقي النادي الاسماعيلي يوم الخميس اتنين تمانية على ملعب السلام الساعة 7 بتوقيت القاهرة طبعا اول مباراة في اي بطولة تبقى دايما مهمة جدا تبقى دفعة قوية جدا لاي فريق تلات نقاط امام فريق قوي زي فريق الاسماعيلي اعتقد ان هي ان شاء الله هتكون بمثابة مباراة يعني قوية جدا في بداية الدوري نادي الاسماعيلي نادي بيلاع كل القدم نادي كله عناصر مميزة جدا وبالتالي النادي الاهلي كمان اول تجربة للمدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي مدير الفني طبعا الجزائري ورجل يعني ليه تاريخ طويل جدا جدا فيه الدوري الجزائري انا اعتقد ان هي نفس الكلام على النادي الاهلي دي اول تجربة في الدوري لمسر كارتيرون وتبقى بقى مواجهة ما بين مدير فني حاصل على بطولة افريقيا مع وفاق سطيف وايضا مدير فني حاصل على بطولة افريقيا مع فريق مازنبيا الكنغوليا وبالتالي تبقى مباراة فنية انا شايف ان شاء الله ان بوجود مدير فني مع فريق الاسماعيلي بالخبرة اللي هو موجود فيها وبالامكانيات الفنية انا اعتقد ان خطوة مهمة جدا من نادي الاسماعيلي في تطويره للكرة اللي احنا متعودين عليها من نادي الاسماعيلي نادي الاهلي بيبص وعينه على الثلاث نقاط واحنا عارفين دايما اول مباراة تاني هاكد عن نقطة دي بيكون رسالة قوية جدا لباقي المنافسين نتمنى ان شاء الله انها يكون دوري في منافسة نادي الاهلي دايما عينه على المركز الاول عينه على الصدارة عينه على بطولة الدوري العام نادي الأهلي لا يتنازل عن المركز الأول وبالتالي هنشوف مباراة قوية جدا في بطولة الدوري ما بين الأهلي والإسماعيلي يعني الدولة عامة نتمنى أنه نحن نشوف فيه شكل مختلف نتمنى أنه نشوف فيه منافسة قوية جدا كل فريق أكيد بيطمح في الحصول على بطولة الدوري لكن نادي الأهلي هو صاحب بسم الله ما شاء الله النفس الأطول فيه جميع البطولات بيقدر أنه يكمل لحد آخر وقت موجود في أي بطولة إن شاء الله نطمح أن الأهلي يقدر أنه يحصد البطولة الأفريقية وأيضا يحصد بطولة الدوري وإحنا عارفين أنه هي البطولتين المحببتين لدى جمهور النادي الأهلي أول طبعا الخبر معنا خاص بأن نادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين يعني الأهلي وصل التدريبات استعدادا لمواجهة تاونشيب ونبدأ بالجزء البدني جزء البدني نادي الأهلي بقيادة ميستر مايكل لندمن وحسين عبد الدايم جمعوا الفريق في أول 30 دقيقة تدريبات بدنية شقة جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم أننا محتاجين لياقة بدنية في مباراة تاونشيب رولرز الجانب الأفريقي بيكون عنده لياقة بدنية عالية جدا لكن زي ما حضراتكم شايفين دي تدريبات الصباح من التدريب اليومي لنادي الأهلي وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم أن مايكل لندمن وحسين عبد الدايم كانوا حرسين جدا جدا على أول 30 دقيقة يكونوا فيها حمل بدني للعبي النادي الأهلي وأيضا كمان في نهاية التدريبات يعني التمرين كان فيه 3 أجزاء كان فيه جزء بدني فيه الأول ده 30 دقيقة شارك فيه كل اللعبين وأيضا الجزء الثاني هو جزء خططي فإن هنتكلم عليه دلوقتي وبنهاية التدريبات بمشاركة 18 لاعب تدريبات سرعة سرعة طبعا بيبقى الموضوع إحنا عارفين يعني أن لعب كرة القدم أهم حاجة في اللياقة البدنية لللاعب هو كل ما المباراة تقرب على النهاية يكون عنده لياقة بدنية عالية والسبب علشان التركيز مرتبط باللياقة البدنية لو ما عندهوش تركيز مش يبقى عنده لياقة بدنية فبالتالي كل ما المباراة بتقرب لخط النهاية كل ما لاعب كرة القدم بيحتاج إلى جهد بدني أكبر من بداية المباراة هو بيبقى الموضوع تدريبي وبالتالي الصراعات التي اتعاملت في آخر تدريبات النهاية أكيد كانت مهمة جدا وكمان ده رسالة واضحة من جانب الحضور مستر كارتيرون أنه هو عايز يرفع معدلات اللياقة البدنية في المباراة القادمة المهمة وأنا أعتقد أنها مهمة جدا جدا في مشاركة في أفريقيا وإن شاء الله الأهلي كمان حفظة لأقولها وقرارها قادر إن شاء الله على العودة بثلاث نقاط من بطسوانا علشان يكمل مشواره في فوزه وتحقيق البطولة المحببة أيضا لجمهور الأهلي وهي بطولة أبطال أفريقيا وجهوري أبطال أفريقيا الجزء الثاني زي ما قلت لحضراتكم هو الجزء الفني نادي الأهلي بعد ما خلص الجزء البدني كان فيه تقريبا أكتر من وقفة من الكابتن محمد يوسف وده لتنفيذ تعليمات ميستر كارتيرون اللي كان فيه جانب كبير جدا من الجزء الخططي والفني اللي كان مهتم بيه ميستر كارتيرون وكان حريص ودقيق جدا جدا على أنه يتم تنفيذ كل تعليم بيحفظها للعبته نحن عارفين أن دايما المدير الفني هو قائد المجموعة بيستخدم كل العناصر الموجودة علشان يحفظهم كل ما يتطلب إلى تحقيق نتائج إيجابية فهو شايف أن كان لازم يتم وقفة تدريبات أكتر من مرة علشان يبقى فيه تواصل ما بينه وبين اللعيبة فيه حتة أو أجزاء خططية وفنية تقريبا التدريبات كانت أو جزء الفني كان حوالي ساعة وبالتالي كان ميستر كارتيرون الساعة أعتقد أنها كانت بالنسبة له كافية على أنه يوصل الجزء الفني والخططي للعبين وده طبعا بمعاونة الكابتن محمد يوسف اللي كان هو اللي بيوجه تعليماته للعبين من خلال ميستر كارتيرون وبالتالي التدريبات كمان كانت في صباح اليوم زي ما قلت لحضراتكم الجزء الخططي هو المهم جدا 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 دلوقتي الميستر كارتيرون في الفترة الحالية بجانب الجزء البدل زي ما حضراتكم شايفين كان في صورة بتجمع بين الكابتن محمد يوسف وميستر باتريس كارتيرون وكلام أكيد خاص به الستين دي الحتة الفنية والخططية الخاصة بهم واللي هم محتاجينها في مباراة تاونشيك أما فيه طبعا خبر بيتكلم على أن ميستر كارتيرون بيطمئن على علي معلول علي معلول غاب عن التدريبات أمس بسبب استئذانه لظروف خاصة لفت طيبة جدا من ميستر كارتيرون أنه دايما بيحاول يقرب من اللعيبة دايما بيحاول يعرف هل أنت بخير هل أنت كويس هل مش محتاج أي حاجة نحن عارفين أن اللاعب كريط القدم عنده جزء نفسي كويس جدا لما المدير الفني بيعرف يتعامل مع اللاعب نفسيا يعرف ياخد منه اللي هو عايزه في أي حتة في العالم مش بس في مصر أو خارج مصر ده في أوروبا وفي أمريكا وفي أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا في كل حتة موجود فيها لعب كريط قدم دايما هتلاقي أن كل ما اللاعب أو كل ما المدير الفني حب أنه يقرب من اللاعب لازم نفسيا يعملوا كويس جدا قبل فني لو عملته نفسيا كويس جدا هتعرف تاخد منه اللي أنت عايزه وده اللي حصل مع ميستر كارتيرون وعلي معدوله دي يعني ده خبر أنا بقول أحراركم ده من وراء الخبر يعني أنا شايف وحاس أن ميستر كارتيرون بيحاول أنه يبقى علاقه طيبة جدا 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 باللعيبة وأنهما يحبوه لو حبوه موضوع يبقى سهل جدا وبسيط كمان هو الفترة كان علي معدول موجود قبل كده مع منتخب تونس في كاس العالم فهو لسه راجع شارك في المباراة الأخيرة وكمان نفسيا تفرق مع اللاعب تخيلوا حضراتكم لما اللاعب يستأذن لظروف خاصة والمدير الفني يسمح له وبالتالي لما بيعود يطمئن عليه ويكون فيه كلام ويشوف هو لو يحاول يساعده كمان أكيد تبقى يعني نقطة أجابة كبيرة جدا فبالتالي علي معدول غاب عن التدريبات أمس ولما رجع النهاردة فضل ميستر كارتيرون أنه ما يدفعش به مرة واحدة ليه التدريبات الجماعية البدنية وكمان يعني أو هو شارك في جزء بسيط من التدريبات البدنية وبعد كده كمل تدريباته في الجيم وده بيدل زي ما بقول لحضراتكم على مدى العلاقة الطيبة اللي بيحاول أنه هو ميستر كارتيرون أنه هو ينفزها إن شاء الله وهتبقى مهمة جدا جدا في علاقته الطيبة مع لعيبة النادي الأهلي الخبر الثاني بنتكلم على حراس المرمى وأنهم أكيد طبعا حراس مرمى النادي الأهلي حراس مرمى دوليين حراس مرمى على أعلى مستوى عندنا تلات حراس اتنين منهم دوليين كانوا متواجدين مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا نكلم على كابتن شريف إقرامي وعلى كابتن محمد الشرناوي وعلي لطفي وبالتالي كمان اتنين من الحراس الشباب المتواجدين مع الفريق الأول النادي الأهلي تابرين كان شق جدا مع كابتن مصطفى كمال واللي بيتابع التدريبات هيعرف أن من أقصى التدريبات الشقة أو أكثر تدريبات شقة موجودة هي تدريبات الحراس حراس بيعندهم تدريبات ومجهود بدني شق جدا جدا لكابتن مصطفى كمال طبعا من المدربين المميزين جدا زي ما حراكم شايفين دي كانت بعض التدريبات لحراس المرمى النهاردة مع الكابتن مصطفى كمال تدريبات أكيد شقة جدا جدا تخيلوا حراكم بيتمرانوا ساعة كلها أو معظمها بنتكلم على العامل بدني بنتكلم على اليقى بدنية عشان حارس المرمى أو لعب كرة القدم دايما اللي بيكون موقفه على رجليه هي اليقى البدنية لو ما عندوش اليقى بدنية مش هيقدر أن هو يشيل نفسه بليغط كرة القدم أو مش هيقدر أن رجليه تشيله فبالتالي نهاردة تدريبات 60 ديئة مع كابتن مصطفى كمال ده كان الصبح وكابتن شريف إكرامي كان موجود والشناوي وعلي لطفي واثنين من الحراس الشباب اللي كانوا متواجدين وكابتن مصطفى أكيد بيسعى أن يكون عنده كل الحراس اللي موجودة كلهم جاهزين كلهم على أعلى مستوى كلهم في الفرقات الفنية والبدنية يكونوا كلهم في تقارب مع بعض زي ما احنا عارفين دايما ناد الأهلي لما أي حد بيبقى محطوط أو أي حد بيبقى موجود مكان أحد بيعرف إن هو يؤدي وده يدل على مدى القوة الفنية والتدريبية اللي موجودة عند مدربي النادي الأهلي ودايما زي ما بيقول لها حضراتكم اللي بيميز النادي الأهلي هو الجانب البدني والجانب الفني والجانب الخططي ده اللي بيميز طبعا بجانب الروح والعزيمة والإصرار اللي موجودة في لعبي النادي الأهلي طبعا هم يكونوا وقفين على رجلهم وده زي ما احنا شايفين في العالم كله هو ده سمة لاعب كورية القدم الفريق اللي بيعرف يرايح لعبته كويس قوي اللي بيعرف يعمل بالنس أو يعمل توازن مرين الجانب البدني والجانب الخططي هو ده اللي بيعرف أنه يكمل لأبعد نقطة موجودة في أي بطولة ومؤمن زكريا وصلاح محسن ينتظمان في ميران الأهلي مؤمن زكريا شارك فيه المباراة الأخيرة من بطولة أفريقيا وأيضا استأذن مبارح من التدريبات الجماعية بداعي أنه كان عنده بعض بوادر البرت وفضل أنه هو يرايح من التدريبات على أنه يتم معاودة تدريباته يوم السبت اللي كانت فيه صباح اليوم هو وصلاح محسن لكن زي ما حضركم عارفين أنه ميستر كارترون مدرب زكي جدا مدرب عنده رؤية مدرب يعرف أنه هو يتوصل مع لعبيه وبالتالي فضل أنه عدم الدفع به مؤمن زكريا وصلاح محسن فيه التدريبات الجماعية وفضل أنهما يكونوا موجودين في الجيم علشان يكملوا استشفاءهم على خير كمان ليه عمل كده بكرة عندهم راحة مدل أهل بكرة خيب عنده راحة من التدريبات علشان يعود تدريبات يوم الاثنين قبل صفره إلى فريب وطسوانا وبالتالي وبالتالي ده فكر جايت جدا من ميستر كارترون أنه هو بدل من اللاعب يرايح يوم لا يرايح ثلاثة أيام مؤمن استأذن انبارح وجي النهاردة فضل أنه هو يكون موجود في الجيم وتدريبات خاصة مع كابتن طارق عبدالعزيز أكيد في داخل الجيم الخاص بالنادي الأهلي وكمان يرايحه بكرة وبالتالي اللاعب يكون أخذ ثلاثة أيام راحة يعني ما بين راحة سلبية وبين راحة إيجابية مهم جدا أن اللاعب ما يبعدش لفترة كبيرة عن التدريبات حتى لو تدريب بدني في صالة الجيم علشان زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي عنده مباراة وعنده صفر شاقي جدا في الأيام المقبلة ومباراة يوم السبتة تبقى مباراة قوية جدا إن شاء الله نتمنى فوز النادي الأهلي فيها حشان كده بقول لحضراتكم أنه أفضل أن يتم إراحة مؤمن زكريا وصلاح محسن من التدريبات الجماعية والاكتفاء بتدريبات خاصة في الجيم خبر تاني بيقول أن فتحي وسعد ومعلول أيضا يكتفون بالمران في الجيم واضح أنه هو طبعا يعني كابتن أحمد فتحي وكابتن سعد سمير وكابتن علي معلول زي ما احنا قلنا لحضراتكم أنه كان فيه بعض الإجهادات على بعض الظروف الخاصة اللي منعت التلات العيبة أنهم يكونوا متوجدين في التدريبات الجماعية للفريق ولو شفنا تدريباتهم أو صورهم موجودة في التمرين الصباحي فهو على الأقل هو بيعملوا نوع من عمليات الإحماء وبعد الإحماء بيدخلوا صورة الجيم علشان يكملوا التدريبات زي ما احنا عارفين أكيد فيه جزء خاص بالحملة البدني اللي ممكن يكون حصل إجهاد لبعض اللعيبة وبالتالي ميستر كارتيرون بيفضل بجانب الراحة لصالة الجيم لكن هنتكلم أكتر في أمور النادي الأهلي والأمور الخاصة بالتدريبات واستعدادات الفريق أهلا بحضراتكم من جديد في نشرة الأخبار ولسا مكملين معاكم آخر الأخبار اللي موجودة هنروح لأخبار اتحاد كرة القدم وأول خبر بيتكلم عن البشمهندس هاني أبريدة رئيس الاتحاد لكرة القدم إنه هيعود إلى القاهرة بكرة إن شاء الله بعد إجراء بعض الفحصات في فرنسا وبالتالي كان مفروض إنه يعود اليوم من رحلته طبعا بعد الاجتماع اللي كان موجود فيه فيه كونجرس الفيفا وبالتالي فضل إنه يسافر على فرنسا لإجراء بعض الفحصات الطبية علشان يعود إلى القاهرة غدا إن شاء الله طبعا يعني نعزي المهندس هاني أبريدة رئيس تحكرة القدم فيه وفاة أخوه طبعا يعني البخاء لله وأكيد طبعا يعني خالص التعازي للبشمهندس هاني أبريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري وبالتالي ده الخبر اللي هيخدنا على الخبر اللي بعديه إن اتحاد كرة القدم بيؤجل اجتماعه الخاص باختيار خليفة مستر هكتور كوبر بعد يعني المستوى السيء اللي ظهر به منتخبنا فيه كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا بعد خسارة ثلاث مباريات من الجانب الأرجوياني والروسي والسعودي وكان كمان الخبر أو الخبر خاص أو متعلق ببعض الأعضاء أيضا اللي ما كانوش متواجدين في القاهرة وبالتالي الاجتماع يتأجل علشان يتم وضع الملامح الخاصة باختيار المدير الفني القادم منتخب مصر عنده مباراة في التصفيات في شهر 9 القادم وبالتالي في بديل طبعا المدير الأجنبي موجود أعلمية والصحة الرياضية لكن الاختيار الأول والأخير يعني أنا شايل من نجاحاتنا مع المدير الفني المصري لكن أكيد الوضع كان مختلف في السابق لكن تحدث كرة أكيد قادرة مني ومن حضراتكم في اختيار المدير الفني القادم بأمل عن نفسي أن يكون فيه استراتيجية موجودة يكون فيه خطة محطوطة علشان نقدر أن نحن إن شاء الله نكمل على نفس المستوى ما يكونش الوصول لكأس العالم ده معجزة أو صعوبة أن نحن نوصل لكأس العالم كمان بطولة أفريقيا أن نحن ما نبقاش موجودين لثلاث نسخ سابقة ويقول أن نحن مستر كوبر وصلنا بعد إخفاق ثلاث بطولات أعتقد أنه ده أمر مؤسف جدا على منتخبنا المنتخب الأكتر تتويجا ببطولة أفريقيا في ألقرة كمان منتخب مصر يملك أو يمتلك لعيبة على أعلى مستوى عندنا أحسن لعب الدوري الإنجليزي عندنا أفضل لعب هداف الدوري الإنجليزي عندنا لعب يلعب في أرستن عندنا أثنين لعب يلعبوا في الدوري الإنجليزي سواء رمضان صبح أو أحمد حجازي بنتكلم على ترزجيفي الدوري الترك بنتكلم على عمر ورده في الدوري ليناني عندنا لعب على أعلى مصطفى بالتالي لازم إن شاء الله المدير الفني اللي يكون موجود احنا بنتطلب منه حاجتين نحن نحط له استراتيجية يمشي عليها نحن دايما يكون عندنا طموح وأمل مش وصول لكأس عالم ولوصول لأمم أفريقية وشكرا على كده يعني طبيعي جدا المنافسة على بطولة أفريقيا والتواجد في كأس العالم ويعني أداء فني أداء بشرف أداء أنه هو يعني يمتع نتمتع به لعيبة جوه الملعب تتمتع به الجمهور من خارج الملعب يتمتع به نلعب بمستوى يتناسب ويتماشى مع إمكانيات المنتخب الوطني وحجم اللعيبة اللي موجود شفنا منتخبات ممكن تكون أقل من إمكانيات المنتخب المصري وبتأدي بشكل رائع جدا ما عندهاش حاجة تخسرها وجودها هي عارفة أنها مش تروح تاخد بطولة كأس العالم لكن رايحة تعمل أداء مشرف منتخب روس يمين كان يتوقع أنه يبقى موجود في دور التمانية ولا حد كان يتوقع لكن مدير فني عارف إمكانيات لعبته وعنده محترف واحد بس جلعة في فياريال بس هي دير كل إمكانيات المنتخب الروسي يلعب على رأس ماله وهو اللي يقع البدني وأنه هو يجاري كل المنتخبات اللي يلعبها لأبعد وقت ممكن في المباراة فبالتالي يحصل هبوط في المستوى البدني عند المنتخب الآخر وأن منتخب الروسي محافظ على مستوى البدني فبالتالي يعرف أنه هو يجاري منتخب روسي قدر أنه حتى منتخب مصر كان خايف منه في أول المباراة شوت أول منتخب مصر متفاوك ما فيش ولا فرصة خطرة على المنتخب الروسي عاد من جديد فالموضوع كان ثلاث هدف مقابل هدف لكن إن شاء الله بنأمل في الفترة القادمة اختيار جدير فني يتناسب مع طموحات وإمكانيات منتخب مصر إن شاء الله هذه نسا مع أخبار اتحاد الكرة واجتماع هيكون إن شاء الله بكرة ما بين الجانب المصري والجانب السعودي لتحديد السوبر المصري السعودي وهي هيكون مباراتين ما بين النادي الأهلي المصري والهلال السعودي دي ما بين بطلاء الدوري وبطلاء الكاس ما بين الزمالك المصري والاتحاد السعودي طبعا الاجتماع هيكون جانب المصري طبعا الأستاذ عامر حسين وأيضا سيادة العميد ثروة تصويلا ما هيكتمع بيه الأستاذ لؤي السبيعي الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي وده هيكون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة علشان يتم منقشة إقامة السوبر وما هي الموعيد المتاحة لكل الفريقين الأهلي والزمالك وأيضا الهلال والاتحاد علشان يتم إقامة سوبر السعودي ما بين أشقاءنا السعوديين اللي أكيد طبعا تبقى مباراة قوية جدا وأكيد يعني العائد منها كثير جدا 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 مش بس إقامة كرة القدم أو مباراة كرة القدم لا هي الهدف منها أكيد إقامة مباراة ما بين الشقيقين عربيين وكمان مستوى رائع جدا هيقدمه الأربع فرق اللي هيكون المتواجدين في المباراتين إن شاء الله نتمنى أن الموضوع يكون فيه تنصيق كامل على أعلى مستوى من الجانب المصري والجانب السعودي وأنه كمان ما يأثرش على لا على النادي الأهلي ولا على الزمالك ولا على الهلال ولا على الاتحاد في المثيرة القوية اللي بيقدموها سواء في كاس أفريقيا وبطولة الدوري المصري أو كاس أسيا وبطولة الدوري السعودي واتحاد كرة القدم يتسلم دفعة جديدة من مكافأة المشاركة بالمونديال المفروض أن كل منتخب يشارك فيه المونديال بيبقى فيه فلوس من الفيفا بتدفع ليه اتحاد كرة القدم دي مكافأة على وصول المنتخب لبطولة كاس العالم المفروض المبلغ كله على بعضه تمانية مليون يورو يعني بنتكلم فيه حوالي مية وستين مليون جنيه بيتأسمه ازاي؟ اتحاد كرة القدم بعد ما المنتخب وصل رسميا إلى بطولة كاس العالم المنتخب تسلم مليون ومئتين ألف يورو نظير وصوله لبطولة كاس العالم المنتخب بعد ما ودع بطولة كاس العالم مفروض ان فيه بكرة هيتسلم دفعة جديدة وهي أربعة مليون يورو علشان يكون وصل للاتحاد مبلغ خمسة مليون ومتين ألف يورو هيتبقى تنين مليون وتمنمائة ألف يورو ده هيتسلمه في الأيام المقبلة الفيفا بيجدول كل الفلوس القاصة بالاتحاد ما بينه ما بين الاتحادات كلها طبعا زي ما حضركم عارفين إن لو كان منتخب مصر حقق نتائج أعلى من اللي احنا شفناه كان هياخد فلوس أعلى لكن احنا عارفين إن دايما اللي بيحقق نتائج قليلة حتى في المكسب وبيخرج من دور المجموعات كمان بيكون نتائج سلبية بياخد أقل فلوس وهي 8 مليون يورو طبعا المنتخبات اللي بتوصل لدوره 16 غير التمانية غير دور قبل النهائي غير اللي بتفوز بالبطولة حتى غير الوصيفة وبالتالي هو 8 مليون يورو ده أقل مبلغ بتم تقديمه من الفيفا لاتحاد المشارك في بطول الكأس العالم احنا عارفين المنتخب مصر كان بيحتل المرتبة رقم 31 ما بين المل 32 المشاركين اتحاد كرة القدم 4 مليون يورو هيكون متبقي 2 مليون 800 ألف يورو ده يتم الجدولة وهيتم طبعا اتفاق على موعد محدد نحن تدد الفيفا على الاستلام الخاص باتحاد كرة القدم نحن نتعلم بعد كل بطول الكأس العالم لما بيكون فيه اخفاق او لما بيكون فيه موجود انتصارات ونتاج ايجابية بيتم اجتماع خاص باتحاد الافريقي والاتحاد المغربي ده خبر بقوله علشان فيه اجتماع فعلا ما بين جانب الاتحاد المغربي وجانب الاتحاد الافريقي علشان يتم منقشة فشل المنتخبات الافريقية في الصعود لدور الستاشر زي ما احنا عارفين ان من سنة 82 كان بيبقى فيه دايما ممثل افريقي لالكرة الصمراء في دور الستاشر لبطول الكأس العالم وبالتالي بعد ما كل المنتخبات العربية الافريقية وبتكلم كان على المنتخبات العربية زي السعودية كمان لو هصنفها من ضمن المنتخبات العربية بجانب ان منتخبات افريقية زي منتخب نيجيريا ومنتخب السنغان كله خرج من دور المجموعات وبالتالي اسوأ مشاركة للمنتخبات الافريقية في بطولات كأس العالم في اجتماع اكيد فني طبعا بعض الكلام اللي هيكون موجود هيبقى فيه دور للاتحاد المصري لقرية القدم وده هيكون جانب فني لسه ما اتفقوش على اسم محدد ولكنه الأقرب هو ممكن مش أكيد الدكتور محمود ساعد مدير فني الاتحاد المصري لقرية القدم يكون موجود فيه القعدة علشان يتم منقشة إخفاقات المنتخبات الأفريقية والعربية الأفريقية منتخب مصر فشل منتخب التونسي كان حظه سيء جدا لكنه فشل منتخب المغربي كان حظه سيء جدا جدا لكنه أقدم كرة جميلة لكنه فشل فيها الصعود وأيضا منتخب السنغال اللي ما سعدش بسبب فروق الإنذارات ما بينه وبينه المنتخب الياباني وأيضا منتخب نيجيريا بعد المستوى الجيد لكن منتخب كرواتيا والمنتخب الأرجنتيني كان ليهم الغلبة في الوصول إلى دور الستاشر وبالتالي هو أسوأ نسخة في المنتخبات الأفريقية من حيث المشاركة في بطولات كأس العالم نشوف الجلسة دي هيخرجوا منها على إيه وطبعا هيكون فيها جانب إيجابي وتبادل وجهات النظر الخاص بالمنتخبات الأفريقية والعربية خلصنا أخبار اتحاد كرة القدم نروح لأخبار الألعاب الأخرى سريعا مع فريق كرة اليد الأول بيناد الأهلي وقادت الكابتن عاصم محمد المدير الفني المميز أنه هو لسه في بعض التدريبات البدنية القوية في فترة الإعداد وأيضا بعض التدريبات في صالة الجيم والخاصة في الترك قبل طبعا ما يخشوا على الجانب الفني احنا عارفين أن في بداية أي فترة الإعداد فأي لعبة فيها جاري وفيها لياقة وفيها سرعات بيكون في جانب بدني خاص في صالة الجيم عشان اللاعب ياخد الحمل البدني واحدة واحدة ما ينفعش ياخده مرة واحدة وبالتالي في وسط التدريبات بيكون في بعض الجرعات الخططية زي ما احنا شايفين الكابتن عاصم وكلامه وتعليماته للفريق ونأمل إن شاء الله أن نادي الأهلي وفريقه الأول لكرة اليد يستمر في حصد البطولات أكيد موسم يكون صعب جدا وكمان يكون في بعض المباريات الودية القادمة اللي بيستعد بيها فريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي للموسم الجديد محمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة تصريح مهم جدا وهي دي المنتالة وهي دي الروح اللي موجودة عند كل لعب يا نادي الأهلي وبيقول إن العلامة الكاملة هدفنا الموسم المقبل طبعا إنه يعني كلام مش جديد على لعب بنادي الأهلي إنهم دايما يتكلموا على الفوز بكل البطولات والفوز بكل البطولات بيبقى عارف حاجة زي كده ولما بيخش وصل فريق على طول بيينسجم وبيبقى عارف السيستم اللي ماشي به النادي الأهلي وبالتالي نتمنى توفيه إن شاء الله لكل الألعاب الجمعية اللي موجودة في النادي الأهلي سريعا مع حضراتكم نروح لأخبار المحترفين سريعا على محمد صلاح لعبنا المصري المحترف في صفوف فريق ليفر بول إنه هو بعد طبعا ما شفنا الصور اللي كانت موجودة على مواقع تواصل الاجتماعي إنه هو كان فيه أجازة وده طبيعي جدا بعد ما انتهى كأس العالم لازم ياخد فترة راحة علشان يفصل ما بين الموسم الماضى والموسم القادم ده بعض التدريبات اللي محمد صلاح أداها بعد ما وصل لأمريكا ليفر بول بيستعد في أمريكا أدوات المتحدة الأمريكية علشان للموسم الجديد بثلاث مباريات ودية في كاس الأبطال الودية عنده ثلاث مباريات مهمين جدا عنده بروسيا دورتموند بكرة إن شاء الله يوم الحد وعنده منشستر سيتي يوم 25 ومنشستا يونايتد يوم 28 من نفس الشهر وبالتالي محمد صلاح بعد تصرحات يورجين كلاب هيغيب عن أول مباراتين طبيعي جدا محمد صلاح بعد ما غاب عن التدريبات لفترة أجازة وفترة راحة طبيعي أنه مش هيعود زي ما بنقول من الدار للنار لا هيتم راحته وهيتم الحمل البدني واحد وإحنا علشان يوصل لأعلى مستويات اليقاء البدنية حتى في الدفع به في المباراة الودية الأخيرة اللي هتبقى لد المال يونايتد هتبقى يوم 28 يعني يوم السبت القادم في نفس المباراة الأهلي وتاونشيب هيبقى الدفع به مش من بداية المباراة على ما أعتقد وزي ما احنا شايفين دي بعض القياسات وبعض التدريبات اللي بتكون واحدة واحدة في مسيرة أي لعب راجع من راحة طويلة كمان موسو محمد صلاح كان طويل جدا 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 كمان انتهى بإصابة ثم عودة لمنتخذ مصر في بطول الكأس العالم وبالتالي محمد صلاح إن شاء الله يعود للتوب فورب ليفر بول يعني يتعاقد معه آخر حاجة أليسون بيكر طبعا الحارس مارمو نادي روما تم التعاقد معاه عشان يضيف من قوة فريق نادي روما أليسون بيكر واحد من الحراس المميزين جدا جدا لمنتخب البرازيل وأيضا نادي روما عشان يصبح أغلى حارس مارمو في التاريخ كل يوم يكون عندنا يعني أغلى حارس مارمو أغلى مدافع أغلى أغلى رأس حربة وبالتالي محمد صلاح إن شاء الله يكون كل التوفيق للموسم الموسم القادم ليه مع فريق ليفر بول ويقدر أنه يحافظ على أحسن لعف الدوري الإنجليزي وأيضا على أفضل هداف الدوري الإنجليزي يكون عنده يعني مشاركة قوية جدا مع هاري كين اللي مش بيتعب ولا بكل ولا بيمل من المنافسة على لقب هداف البطولة نروح له حسين السيد اللي موجود مع فريق الاتفاق السعودي عارة طبعا بالنادي الأهلي وبيشارك فيه مباراة ودية أمام شباب آيكس أم السودام والمباراة بتنتهي بالتعادل بين الفريقين حسين السيد شارك فيه المباراة وتم استبداله في الديئة 75 موجودين حالين هما فيه هولندا وزي ما حضراتكم عارفين حسين بيقدم موسم رائع الموسم الماضي وبالتالي هو مكمل أعارته فيه في نادي الاتفاق إن شاء الله حسين يكون قوة كبيرة جدا لنادي الاتفاق السعودي إن شاء الله يقدر أنه هو يشارك بقوة فيه الموسم القادم فيه السعودي كمان حسين السيد شارك فيه مباراة ضد AFC الولندي وكسبوا 8 أهداف دون مقابل مباراة أكيد واضح كده إن هم كانوا بيلعبوا مستوى أقل يعني فترة الإعداد بتكون دايما المباريات الودية مباراة ضعيفة بعد كده أقوى شوية بعد كده أقوى شوية لحد ما يوصلوا لأعلى معدلات اليقى البدنية في المعسكر الخاص بأي فريق وأي منتخب طبعا الاتفاق هيلاقي إن شاء الله فريق بنياسة الإماراتي يوم 24 يوليو وبعد كده طبعا هيواجه فريق هولندي يوم 27 ويختتم الاتفاق مواجهاته في معسكر هولندا بملاقات فريق توركي طبعا فريق جوزنتاب يوم 29 يوليو طبعا إحنا عارفين إن حسيني سيد راح يعارى لمدة موسم ونصف من النادي الأهلي إن شاء الله نتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية وأحمد حجازي وخبر خاص بدجمينة المصري المنطقل من صفوف النادي الأهلي إلى فريق وست برومتش طبعا رحبوا بيعودته إحنا عارفين إن وست برومتش هبط إلى دور القسم الثاني أو الشامبيونشيب بعد احتلاله المركز الأخير وبالتالي أنا شايف إن موضوع انتقال حجازة أخر قوي إن لازم بعد المستوى الطيب اللي أدى به في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم القادم هو من أكتر اللعيبة اللي شاركوا فيه كل مباريات فريقه في الدوري كان هو عنده شرط جزائق 10 مليون جنيه سلينة وبالتالي عنده عارضين لسه مش عارفين لسه ما تمش الحسم واحد من وست هام وواحد من ويلفر هامبتون الوافد الجديد من البريمير ليج وليس هنشوف رحمة جازي واجهته المقبلة هتكون فيه نروح سريعا للأخبار العالمية